أسقاط النظام أسقاط النظام بعدما أصاب العراق ما أصابه من ويلات جراء الاحتلال الأمريكي الإيراني كان لزاما على الأحرار والشرفاء من أبناء الرافدين أن يهبوا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من وطن مزقه الاحتلال والحكومات التي اعتمدت المحاصصة الطائفية منهجا لها والميليشيات ذراعا مسلحا لقتل العراقيين الميثاق الوطني العراقي أعقد مؤتمره الثالث تحت شعار رؤية وطنية واقعية للحل المنشود وإنقاذ العراق لتسليط الضوء على مآسي الشعب العراقي ومعاناته المستمرة منذ احتلال البلاد عام 2003 مشيرا إلى أن العملية السياسية في العراق دخلت مرحلة الاحتضار فيما شدد المؤتمر في بيانه الختمي على حق الشعب العراقي في التظاهر ومحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقه من قتل وتهجير وتغييب واختطاف ورفض استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول المنطقة مؤتمر الميثاق الوطني العراقي الذي جمع عددا كبيرا من السياسيين والمفكرين من العراق ودول عربية أخرى جاء متزامنا مع تنظيم شباب ثورة تشرين تظاهرات حاشدة في بغداد ومحافظات عراقية أخرى في الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة تشرين بينما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن المتظاهرين تأكيدهم أنهم عازمون على تغيير النظام السياسي القائم برمته وبشكل جذري بعد نحو عقدين من الحكم والذي تسبب في إفقار العراقيين هدفنا هو تغيير النظام السياسي القائم وتصفير العملية السياسية القائمة برمتها شباب العراق عاودوا الخروج إلى ساحات التظاهر من أجل تفكيك نظام المحاصصة الطائفية بحسب مركز جناف الدولي للعدالة وأوضح المركز الحقوقي أن الشعب العراقي لا يزال يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لافتا إلى أن فساد النظام القضائي أدى إلى زيادة واستمرار هذه الانتهاكات حتى غدت العدالة في العراق بعيدة المنال وأن تراخي المجتمع الدولي هو الذي شجع الجنات على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الانتهاكات موسيقى 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 موسيقى